بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله الآن مع الجزء الثاني من درس الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية فالجزء الأول كنا توقفنا بالضبط في الفقراء دير اهتزاز نقطتين على توافق وعلى تعاكز في الطور طبعا الحال شفنا العلاقات اللي عندنا وشفنا مثال لكيفي تطبيق هذه العلاقات بكل البساطة قول لنا بعض الملاحظات المهمة في هذه الفقراء ثم ندوز إلى الفقراء الموالية هذه الملاحظات لتسعبها بشكل جيد سوف نمشي معكم بالمثال التالي إذا قد نأخذ مثلا هذا هو الخط الأفوقي اللي تكون فيه الحبل في واحد اللحظة معينة نشاهد مظهر الحبل فكنا نلقاهه مثلا به الشكل هذا إذا قد نحاول نرسم الخير بيدي شكل تقريبي لمظهر الحبل مثلا شوفوا معي إذا اخذت واحد نقطة مثلا M في هذا الموضع واخذت نقطة P في هذا الموضع بعد أن نلاحظ غيم خلال الشكل أن النقطة M و P هما تهتزان على ماذا هل على توافق أم تعاقص في الطور طب الحال بما أن المسافة الفاصلة بينهما هي جوج لاندا يعني المسافة M P تكتب على شكل كاف لاندا بحيث كا هو جوج عدد صحيح طبيعي إذا فهما تهتزان على توافق في الطور إذا نحن نكتبها هنا M و P تهتزان على توافق في الطور طيب ثم نجي إلى واحد الموضع نأخذ واحد نقطة N مثلا هنا نلاحظ أيضا أن النقطة N و P نفس الشيء هما أيضا تهتزان على توافق في الطور الاستنتاج اللي بغينا نخرجه به دب هنا إذا كانت M مع P على توافق في الطور و N حتى هي مع نفس النقطة P على توافق في الطور شنو يمكن اللي نقول على النقطتين M و N ما بينتهم إذا كانت المسافة من M P تكتب على شكل كاف لاندا يعني من مضاعفات لاندا والمسافة من P حتى الان هي أيضا من مضاعفات لاندا يعني واحد عدد كاف بريم فلاندا إذا رأت المسافة من M الان أيضا غتكون من مضاعفات لاندا سوف نجمع هذه المسافة زائد هذه المسافة إذا إحنا يمكننا لحظوها بطريقة بسيطة بزاف ما الذي نقول M و P على توافق في الطور يعني إلا طلعت لنا P الفوق M حتى هي كتطلع معها إلا هبطات P في نفس الوقت كتبت معها M إذا هم P و M كي هبطوا يطلعوا بجوجهم نفس الشيء إلا شفت P مع N إلا هبطات P N كتطلع وإلا هبطات P N كتبت إذا الخلاصة هو أن نقطة P لما كتطلع الفوق في دروة الموجة جميع النقاط التي تهتزوا على توافق في الطور مع هذه النقطة P كلهم تطلعوا في نفس اللحظة وإذا بي هبطتت لتحت جميع النقطة التي يهتز على توافق في الطور معها كلهم تهبطوا إذا هذه النقطة التي هم على توافق في الطور مع B هم مع بعضهم تكونوا أيضا على توافق في الطور يعني كي يصدق لدبة في الأخير إذا هبطت M لتحت N كتبط معها وإذا M تلعات الفوق N كتلع معها وهذا الشير هو الحل المشكل إذا هذا الشير هو أمر سهل الاستنتاج الذي سيكون هو أن النقطتين M و N تهتزان على توافق في الطور نحتاجه هذه الملاحظات في بعض التمارين طيب سنأخذ مثل آخر طيب شوفوا معي سنأخذ M في هذا الموضع و P في نصف بلاثها إذا دائما عندي دبة في هذه الحالة الثانية M و P تهتزان على توافق في الطور وإننا نتكلمه بشكل عامي عن هذه النقطة نقدره على S M و S إلى أخير المهم إذا عندي M و P على توافق في الطور إذا سنأخذ M و P على توافق في الطور لأن المسافة بينهم هي جوج لاندا بينما N و P هذين النقطتين هما على تعاكس في الطور لماذا؟ لأن المسافة الفاصلة بينهما لاحظ من هنا حتى اللي هنا هي واحد لاندا بينما من هنا حتى اللي هنا في مكينة N عندي نصف لاندا يعني عندي ثلاثة لاندا على جوج إذا بغدنا نحسبوها بيعنا وليمكن لك تلاحظة من الشكل التي تشوف في لكانت سبيف درواء هنكينا في القعر إذا فهما على تعاكس في الطور نكتبوها M و P على توافق في الطور N و P على تعاكس هذو على توافق وهذو على تعاكس في الطور الاستنتاج اللي غدي يكون على النقطتين دابا M و N بكل بساطة هما أنهم تكونوا على تعاكس في الطور سوف يتنظر الأمور واضحة جدا وقد نستنجوب أن M و N على تعاكس في الطور قتلنا لحالة الأخيرة هو إذا كانت M و P على تعاكس في الطور سوف يتنظر لحالة الأخيرة تكون عندك N و P على تعاكس في الطور ما هو الاستنتاج اللي نقدر نقوله دابنت تنتمنى أنك تحاول تدير محاولة وتعطي الجواب بدك أن نقول M و P على تعاكس في الطور شنو غدي تخيل غدي تخيل هذو الخط الأفوقي ههو تخيل لي واحد لحظة P كين الفوق صافي P كين الفوق في الدروة دي الموجة إذا M فين غتكون M غتكون في القعر لأنها تعاكس في الطور يعني البلاصفين عندك M غتكون لتحت هكذا هذي M دابعوا ثاني N و P على تعاكس في الطور معناها لما تكون P في الدروة دي الموجة أن تكون في القعر دونك لاحظ ماذا تكون P الفوق والأخرى اللي على تعاكس ما هي تكون لتحت كد صادفوا لي أن N و M بجهما تكون لتحت ببعنى M و N تكونوا على توافق في الطور إذا الاستنتاج لكين هو أن نقطة M على توافق في الطور باختصار هذا القعيد يوجد نقطتين على توافق ونقطتين على تعاكس في الطور ماذا تحدث من الإنساج والكين ف caso لن أعطي هذا القعيد للإشارات للجداء للإشارات مثل الموجب في الموجب اعني توافق توافق كيعطينا توافق توافق تعاكس كيعطينا تعاكس طيب الموجب من ضروف سالب كيعطينا دائما سالب و advers babies كيعطينا موجب كيف ver على كل حال يمكنك شاهدة شك باش تخاصر على رأسك الاستعمال دي لهذه الملاحظة هادو ان شاء الله غد نشوفوه مع التمارين طيب اذا عدو من الملاحظة اللي يبقى لنا الآن غد نشوفو تطبيق لهذا الشيء اللي شفنا في الدرس لحد الان ثم من بعد نشوفو جوجل الفقارات المتبقية طيب في هذا التطبيق معطيته هكالتالي نربط الطرف اس لحبل بهزاز تردده آن فتمتشر طوله موجة ميكانيكية متوالية دورية يمثل الشكل التالي مظهرا للحبل عند لحظة تنتي تساوي 40 ميلي سيجوند المهم هنا تكون لديك الجهاز اللي هو الهزاز وفي واحد ابرال اسخف اس أنا فقط لما رسمت الشكل هكذا على كل حال اذا هذا هو مظهر الحبل في لحظة تنتي تساوي 40 ميلي سيجوند ونلاحظ الشكل عندنا التدريجات هنا هي واحد والوحدة هي بسنتيمتر ثم عندنا نقطع انفر الموضع الى اخير السؤال رقم واحد احسب لاندا طول هذه الموجة فانطبيت حال شفنا في الشرح دي للدرس بان لاندا اللي هو طول الموجة كتعريف ديالها قلنا هي المسافة التي تقطعها الموجة خلال مدة تساوي الدور الزمني هذا كتعريف حسابيا كيف نحسب لاندا إذا كنا نحسبها اعتمادا على الميبيان فبكل بساطة نمشي نختار نقطة من الشكل اللي بغيت ولكن نمشي من هذه النقطة حتى الفين حتى الاقرب نقطة لها تهتز على توافق في الطور معها أو لا توجد معها في نفس الحالة الاهتزازية بمعنى إذا بغيت نحسب ابتداء من هذه النقطة خصوص نمشي الأقرب نقطة تهتز معها على توافق في الطور اللي هي هذه حتى نعرف هاتشي في توافق في الطور هي المسافة بناتهم تكون هي واحد لاندا أو جوج لاندا من اللي كنمشي الأقرب نقطتين راح ضرورة المسافة بناتهم هي واحد لاندا إذا كنحسب من هنا الهنا كندر الإسقاط الإسقاط هنا الإسقاط هنا وكن نحسب حال من تدريجة ممكن نحسب من اس نقول من اس حتى هذا النقطة مثلا المهم كتختار نقطتين بحيتي لا درتي الإسقاط على محور الأفاصيل يجيك تدريجات واضحة المهم الآن عندنا كل شيء واضح ولكن في بعض التامارين سوف نلقى هذه المشكلة للاختيار كون هما هذه النقطاتين على كل حال إذا بدنا من اس ما سوف نقوم بتدريجات عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة أربعة تدريجات وكل تدريجة قيمتها هي واحد سنتيمتر إذا كجواب على السؤال لدينا من خلال الشكل طول الموجة يعني لاندا كتاوي ربعة نقوم بتدريجة أربعة أربعة فعشرة أسناق الجوج متر أخها لدينا من خلال صافية هذه السؤال الرقم جوج أحسب V سرعة انتشارها طيب هنا أخصنا نتابه جيدا شنو العلاقة اللي ممكن نستعمله شفنا في هذا الدرس بأن العلاقة دي الحساب السرعة تصبح بهذا الشكل تصبح V كتساوي لاندا على التي بحيط لاندا هي طول الموجة والتي هو الدور الزمني للموجة الدورية أو يمكننا نكتبها على شكل لاندا مضروبة في N في التردد N لأن واحد على التي هي N إذا أردت نحسب الصورة V باستعمال هذه العلاقة أو هذه يجب أن تكون عندي قيمة لاندا وتكون عندي قيمة T أو قيمة التردد ما الذي كنلاحظ في المعطيات هو أخاهم تتكلموا على التردد ولكن ما أعطونا القيمة ديله كما تساوي وفي خلال المعطيات المتبقية ما لدينا قيمة الدور الزمني T إذن كنلاحظوا بأنه ممكن لاناستعمله هذه العلاقة الآن فتسؤال الرقم جوج طيب ما هو الحل الحل هو اللي يريد أن تردو ليه البال لا يسحب لكم في الدرس ديع الموجات الدورية دي ما نخدم فقط بها العلاقة دي السرعة وما كان نخدم بهذه الكثير من وليس لدينا هنا خصوصنا نخدمه بالعلاقة دي الدرس الأول يعني ذي كنت صورة V على دي الث–T بحيث الده أيضا نأخذه هي ماذا؟ الدهاز هي المسافة اللي قطعة هالموجة ودلطة T هي المدة المستغرقة وهذا الشير هواتح لنا نتابع الحال من خلال معطاية التمرين لأن عندما نراحل الشكل كاللاحظة بأن النقطة M ماذا تمثل هذه النقطة M تمثل في هذه الحالة مقدمة الموجة يعني الموجة يالله وصل هنا إلى النقطة M بيعني الموجة قطعت لنا المسافة SM قطعتها في شحل ديال الوقت T ناقص T0 قطعت لكم أن نربيط طرف S لحبل فتنتشره ابتداء من T0 وكتساوي السفر طولة وموجة ميكانيكية يعني ما قطعت لكم أن تنتشر في T0 وكتساوي السفر قطعتنا نوضحها على كل حال المهم المدة المستغرقة هي التناقص T0 وغايم كل ديك ساعة نحسب إذن نجاوب على السؤال بطريقة هذه إذن رقم جوج لدينا السرعة V تساوي المسافة D المقطوعة على دلطة T السرعة V تساوي المسافة SM على T ناقص T0 طيب السرعة V تساوي المسافة SM سنضرب لبطة الطباق العددين كيف نحسبوها؟ دعنا 1 جوج 3 أربعة 5 6 7 8 9 10 إذن 10 هذه التدريجات مضربة في 1 سنتيمتر يعني 10 سنتيمتر هذه 10 سنتيمتر نحولها إلى المتر سنضربه في 10 سناقص جوج طيب هذه هي 40 ميلي سيجوند ونحولها إلى السيجوند يعني سنضربه في 10 سناقص 3 ناقص T0 هي 0 طيب ستطبيق العدد لهذا الشيء نحسبوه وخارج تقلينا 140 يعني 10 على 4 هي 10.5 متر سيجوند موانزة إذن هذه هي قيمة سرعة انتشار هذه الموجة الدورية طيب وصلنا إلى السؤال الرقم الثلاثة قال لك استنتج قيمة T0 اللي هو دور هذه الموجة الدورية طيب في الحال من لي السؤال في استنتج يعني نحسن نحسب اعتمادا على الأسئلة السابقة غير باش نتابو له واحد مسألة أرى لما تكون عندنا السؤال ديال أحسب دور الزمني T0 غير سكنت نتابو معي له هذا الغدرام زيان نحن ندابو هذا تمارين تطبيقي يعني كنحاولو من خلاله نزيدو نفهمو شوية الدرس وكذلك نعرفو احتباع التقنيات اللي كنقدرون ستتعملوه في التمارين إذن لما يكون السؤال يرقوه بقيمة T0 عندنا ثلاثة ديال الطرق باش نحسبه قيمة T0 طريقة الأولى واركزوا معين زيان فالهدرة طريقة الأولى هو مبيانيا كيفاش ممكن نحسب التمي بيانيا يمكن اللي نحسبه فقط في حالة وحيدة وهي ماذا؟ هو تكون عندي شاشة راسم التدبدوب وهذا قد نشوفوه في التمارين لأن شاشة راسم التدبدوب هذه الشاشة يكون فيها واحدة تدبدوبات ولكن المحور الأفق الذي يكون هناك يكون محور الزمن بيعني أي حاجة حسبتي هناك تكون عبارة عن مدة زمانية وفي ذلك الحالة نحسبه الدور الزمني مباشرة لكن لا نحسب عدد تدريجات ونضربه في الحساسة الأفقية وهذا ما يخرج هو الدور الزمني فهم؟ وهذا الطريقة الأولى حساب تي يتمون بيانيا الطريقة الثانية هو الاعتماد على العلاقة بين تي و بين تردد تي هو واحد على ان طب في الحال فد الحالة سيكون أعطوك تردد ان كم يساوي الطريقة الثالثة هو الاعتماد على العلاقة لأن تساوي لاندا على تي غير هو فد الحالة هذه خاصة تكون عندي السرعة في معروفة ولاندا معروفة وكتلاحظوا هذه الحالة اللي عندنا الآن في التمرين يعني فاش وصلنا للسؤال الرقم الثلاثة كالقاورة نضيجة حسبنا السرعة في كم تساوي وحسبنا كالاندا في السؤال الأول إذا الآن يمكن اللي نستاعن بهذا العلاقة نحن من بعد رغا نولفو بأن هذه العلاقة كنخدمو بها باش نحسبو السرعة بينما دبحنا غنخدمو بها باش نديرو العكسة نحسبو منها نحسبو التي إذا غادي نجيو للسؤال الرقم الثلاثة لدينا V تساوي لاندا على التي إذا من هنا كتجينا التي هي لاندا على السرعة V نقطر العلاقة ثم نستطبيق عددي طيب إذا التي تساوي وخالاندا لقناها هي أربعة فعشرة أصناق الجوج بالمدر والسرعة V لقناها هي جوج فاصلة خمسة طيب إذا غادي نشوف العملية الحتابية نقرب على سافر فصلة ثمانية واحد فاصلة ستة فعشرة أصناق الجوج إذا قد نجينا واحد فاصلة ستة فعشرة أصناق الجوج سيجوند يمكننا اضطرها هكذا ونحبس وإذا بغيت مثلا إذا بغيت نحولها الميلي سيجوند فالتي غادينا هي 16 ميلي سيجوند في الحقيقة سنستعمل على الحاسبة باش نتأكدوا من الحساب لأن هذا الشيء سنحتاجه في الأسئلة التي ربما دي من بعد سيجوند 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 في المتحانة الكالكوليات أردت واحد الواحد سشراء ثم كيف حولتها الميلي سيجوند رضيتها 0 انقلت الحركة برقم سنزيد عوض ناقس جوج ستقوم هي ناقس ثلاثة وأن أعرف أن 1 ميلي سيجوند تساوي تساوي 10!!!! رقم ثلاثة سيجوند يعني شنو درتي نتم حييت هذه كاملة وعوضتها بالميلي سيجوند بقاتلها 16 ميلي سيجوند طيب إذا نحن جاوبنا على السؤال رقم ثلاثة السؤال رقم نبعه وحسب قيمة عن تردد الهزاز غير واحد ملاحظة بسيطة انت تفاهموا عليها واخراني قلتها في الدرس ولكن دا نزيل نأكد عليها شيف هالتمرين هذا عندنا جوج ديال ترددات وعدنا جوج ديال أدوار الطي عندنا جوج ديال هزاز وعدنا تردد ديال الموجهات وبالنسبة للدور لدينا داء ت فقط الملاحظةكاني أن التري sign خاص بالوماد طيب ان شاء الله بقي غنضير فيديو مبادل خاص بالوماد والاستعمال اليالون هذه الساعة في هدراء اخرى غدين نقشها في وقتها طيب اذا احسب قيمة N مباشرة العلاقة اللي كنعرفه سؤال الرقم 4 لدينا N تساوي 1 عدد 2 كعلاقة نؤثرها ثم نضير تطبيق عدد يعني N تساوي 1 عدد طب الآن غناخد مبادل في السيجوند 1 عدد 1.6 10 ناقص جوج ستخرج لنا هاتم طب الآن بسيجون الموانزة اللي يسميناها الهاتس إذا N تساوي ونحسبه إذا لدينا 1 مقصومة على انفساح القوس 1.6 مضروبة 10 ناقص جوج نسل القوس ثم نسل الماقع إذا كانت 62.5 إذا تردد N هو 62.5 هرتز يلا بغد نتفهم معكم على بعض الملاحظات نحن نحن قيمة الدور T هو 1.6 10 ناقص جوج أو لا نشوفه هنا بجدينا واضحة الدور الزمني T لهذه الموجة الدورية يساوي 16 ميلي سيجوند هذه المدة ماذا تعني لنا هذا؟ ماذا يوقع خلال هذه المدة؟ خلال هذه المدة خلال هذه المدة 16 ميلي سيجوند تقوم S بحركة تطلع وكتبط وكترجع بمجرد ما ترجع تجد المدة المستغرقة هي 16 ميلي سيجوند فهم؟ طيب القيمة N هي 62.5 هرتز ماذا تمثل هذه القيمة أيضا؟ ماذا تمثل هذه القيمة أيضا؟ ماذا تمثل هذه المدة؟ ماذا تمثل؟ تمثل عدد المرات التي تطلع فيها S وكتبط وكتبط يعني عدد التدبدوات التي نحصل عليها خلال 1 سيجوند خلال ثانية واحدة بحركة S خلال المدة 1 سيجوند تطلع وكتبط 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 واخدنا السؤال الرقم 5 قارن حركتي النقطتين M و S وكتبط وكتبط نقارن الحركتين المقصود هو هل يهتزان على توافق في الطور أم على تعاكس في الطور الجواب على السؤال لا نعتمد على الملاحظة من الشكل ليس بحركة نشرح لكم وقبلة غير شرح نتبه نتبه المسافة SM قسموه لندا ونرى ماذا سيجعل 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 S و M سيجعل توقع بأنهم على توافق في الطور ولكن ذلك الهضراء اللي كنا نقولوا إذا كانوا الفوق في الدرواء بجوجهم في الدرواء ساعة نقولوا توافق في الطور أما حتى اللي تكونوا على تعاكس لاحظوا مثلا هادي الفوق وهذه النقطة هنا تحت هادي و هادرة هما على تعاكس في الطور يعني هادي إلى جاية هابطة الأخرى سيطلعها واحد للحظة فش ستوصل هادي إلى الخط الأفوق هنا غلق الأخرى هي بصلت هنا لماذا تبعينك هما في نفس الخط الأفوق على تعاكس ولكن غير في ذلك اللحظة تصادفوا في نفس الخط الأفوقي إذا المخصص تعتمدوا على الملاحظة بتشكلوا وإنما تطبقوا العلاقات إذا كما نجاوبوا نشدوا المسافة SM ونقسموها على لاندا ثم نعطيه الجواب المسافة SM المسافة SM قبل القناة 10 سنتيمتر ولاندا هي 4 سنتيمتر سوف يقدر تخدم غير بسنتيمتر إذا السؤال الرقم 5 لدينا المسافة SM مقسموها على لاندا تساوي 10 سنتيمتر على 4 سنتيمتر اللي هي سوف نحسد أعطينا جوج فاصلة خمسة هذا العدد لا ينتمي إلى N إحنا باش يكون توافق في الطور قلنا خصل المسافة SM تساوي لنا واحد لعدد كاف لاندا إذا ضربت لاندا هنا سوف نحسد ستساوي جوج فاصلة خمسة ولكن هذا جوج فاصلة خمسة لا ينتمي إلى آن إذا ليس هناك توافق في الطور سوف نقلب على التعاكس التعاكس سوف نحسد لكم في الدرس سوف نحسد نضرب الجوج من لماذا لدينا شهادة سوف نقول ولدينا جوج مضروبة في SM على الاندا تساوي جوج مضروبة في جوج فاصلة خمسة اللي هي تساوي خمسة هذا الخمسة عدد صحيح طبيعي وهو عدد فرضي إذا M S تهتزان على تعاكس في الطور طيب وهكذا نكون جاوبنا على السؤال الرقم الخمسة السؤال الموالي السؤال الرقم الساة سوف يساولون على تمثيل مظهر الحبل عند اللحظة D1 تساوي 60 ميلي سيجوند بمعنى في هذه اللحظة لتساوي مظهر الحبل أهم شيء نعرفه كما كنا كنا نقوم بالدرس الأول أهم شيء نعرفه هو في نواصلة لدينا مقدمة الموجة وماذا نقول في نواصلة مقدمة الموجة كأنني كنت سؤال بطريقة أخرى كنقول ما هي المسافة التي قطعت لنا على الموجة إذا نحسب هذه المسافة التي سوف نسميها D1 السرعة سوف نحسبها V هي 2.5 متر سيجوند والتي 1 سوف نعودها 60 ميلي سيجوند ونحسب المسافة D1 نحسبها ونشوفها كيفية تنتي سؤال رقم 6 لدينا V تساوي D1 على دلتا T1 يعني أن المسافة D1 تساوي V في دلتا D1 نقص T0 تساوي ثم دلتا D1 هي V في دلتا تساوي D1 تساوي ميلي سيجوند إلى السيجوند تساوي المتر على السيجوند مضربة في السيجوند كتقل هي المتر ثم ملي المتر سنحوله إلى سنتيمتر يعني 1 متر هي 10 أس جوج سنتيمتر يعني من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة كنتظروا فعادة يكون كبيرة يعني الأس جوج خمسة في 60 فعشرة أس ناقص 3 فعشرة أكار ولت لدابة بالسنتيمتر طيب نقوم بالعملية الحسابية إذا عندي جوج فاطرة خمسة مضروبة في 60 مضروبة 10 أس ناقص 3 فعشرة أس ناقص جوج سنجمع الأس 2 ستبقى لنا 10 أس ناقص 1 إذا نديرها مباشرة 10 أس ناقص 1 يساوي إذا نقص دي 1 هي 15 15 15 سنتيمتر إذا في هذه اللحظة دي 1 تساوي 60 ميلي سيجوند تكون مقدمة الموجة موجودة على مسافة دي 1 تساوي 15 لسنتيمتر من المنبع S إذا طريقة التمثيل نرسم خط أفقي مهم بقلام الرصاص بالحال لكي تمثل عليه تدريجات ثم نشوف إذا أنا أبدأ من هنا عندي S ولكن S هنا مهم تنوصل لهم الناقش مزيان دي 1 في تمتيل الشكل ما تكونش S دي 1 في هذه النقطة ستبط باستمرار جيتي واحد لحظة صورتي الحبل لا يوجد شي ضروري ستجد علي S هنا تقدر تلقى هالفوق تقدر تلقى هالتحت S لا تحبس من الحركة لأننا في الموجات الدورية طيب مهم لدينا هذه تدريجة رقم 1 جوج 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 مازين دبا هنا ستكون واصلة مقدمة الموجة طيب ما الذي ستكون واصلة لي هنا مقدمة الموجة؟ أبتدأ من هنا سنرسم الشكل الموجة وسننهبط سنحاول نرسم نفس الشكل الذي تمه مهم لاحظون أن الحبل سيكون أفوقي بعدها حيث أنه لم يصل لذلك لا يصل إلى هذه النقطة سننهبط سنرسم نفس الشكل لكي نتفاهمه ثم نقص تدريجة يكون تقاطع وهكذا مبغير واحد الملاحظة بسيطرة التي تطلب منهم ربما في الانتحان يمثلون مدهر الحبل هما تلاميذة المسلك العلوم الفيزيائية ما زال بالنسبة لتلاميذة العلوم الحياة والأرض فهي قام باب الاحتياط تشوفوا هذه الفكرة أما هي مهمة بالنسبة لكم على كل حل كيفية التمثيل بلنا من هنا وهنا هنا يكون تقاطع نحن نقصنا تدريجة ثم عدتين من هنا نفس الشيء وما نقل نرسم بيدين طب الحل الشكل لا يكون مضبط مزيان المهم أن تكون الفكرة واضحة سنبقى وغادين حتى نصلوا عند اس ولاحظوا أنه سنصلوا عند اس المشكلة سيقع دائما نقص تدريجة وغادك يكون تقاطع نقص تدريجة ثم تقاطع لاحظوا أنا أقل نقص تدريجة هو التقاطع دائما سنصل على هنا في الأصل لو لم يكن الحبل بادي من هنا لذلك الحبل باقي طويل ما الذي يريدون ذلك؟ نقص نقص هذه التدريجة وهنا يكون تقاطع يعني نقص نطويل الشكل حتى نحبس ولكن لماذا نصل إلى هنا ونحبس الحبل يتحبوا هذا هو ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن نرسم لكم هذه الجزء هذا يعني بأنه في الرسم فش كتكون جاي انت وبغي تنقص التدريجة وتحبس هنا كتكون طالع هانت جاي غا تنقص التدريجة بمجرد ما كتوصل هنا كتتقابل مع الموضع دي لأس كتتحبس كتقول أصلا الحبل راح تدوها الباصة سوف يكون هذا هو مظهر الحبل كتكتبه كعنوان مظهر الحبل عند اللحظة تواحد توسوي ستين ميلي سيكون طيب إذا نحن جاوبنا على السؤال بقال لنا الآن السؤال رقم سبعة وإن كانت من المطعم للحال فهو معيل فيك نمزيين شو ندرنا على كل حال السؤال رقم سبعة قالوا لي نحدد عند اللحظة تزيرو كتسوي السفر منح حركة لمنبع S أو لنقطة S يعني ابتداء من اللحظة تزيرو S كانت في الخط الأفوقي كانت S في الموضع دياله ابتداء من تزيرو بدنا نحركه S السؤال هو فين أول مرة حركنا S واشطل العناء نحو الأعلى أم نحو الأسفل بسي دائما تزيرو كتسوي السفر باش نجاوب على تسؤال هدا خاصتنا دائما نردو البال إلى مقدمة الموجة كيفاش ديرها مقايا مقدمة الموجة واتحالين هذه اللولة ثم كيفاش نفكر زعمها هنا في الموضع في هذه الحالة كنت خيلوا واحد نقطة سميها مثلا A هنا هاد A هي نقطة من وسط الانتشار مزيئ كنعرفو احنا نبتداء من الدرس الأول بأن جميع النقطة من وسط الانتشار تعيدوا نفس حركة المنبع S يعني قاعدك الحركة اللي دارتها لنا النقطة S غاد يتعودها لنقطة A غير هو بواحد تأخر زماني كنا نتكلمين عليه طيب باش نعرف دبا S شنو دارت في اللول غادي نحاول نشوف من خلال الشكل شنو اول حاجة غادي لنا هاد النقطة A لما توصلها الموجة اذا لاحظوا هاد شوه غادي الموجة غادي نحو A بمجرد ما توصل الموجة الى النقطة A شنو اول حركة غادي لها النقطة A بما ان جاي عندها القعر دي الموجة اذا بمجرد ما توصل عندها اها تبغيت هاد بطلة تحت باش تصبح في القعر اذا اول حركة تقوم بهالنقطة A هي حركة نحو الأسفل هذا دليل على ان S في البداية هي ايضا قامت بحركة نحو الأسفل سوفي ضع جواب من الخلال الشكل يتبين ان منح حركة النقطة S عند T0 كتساوي السفر هو نحو الأسفل ثم نحو الأسفل أول مرة أطلعت وبقيت تدبدوبات مستمرة على كل حال هذا كان تمرين تطبيقي في هذه الأسئلة المهمة من خلالها كان الهدف كما قلت لكم ونفهموا الدرس بشكل جيد ونعرفوا بعض التقنية التي نستعملها في التمارين وانا تعملت إدراج هذه التمارينة الطبيقية في الشرح للدرس لأن فهم الدرس لا يكون مكتمل إلا بالتمارينة الطبيقية وقف الدرس كان نعود أن نشرحه ونوضحه مجموعة من الأفكار كانت تبقى الأمور فيها شيء من الغموض حتى نرى التمارينة الطبيقية التي تجعلنا نتعمق في الفهم سوف ندوز معكم الفقرة الموالية التي ستطرق فيها إلى ظاهرة الحيود أولا نتعرف على هذه الظاهرة ونقصدها ثم نعطيكم العلاقة التي هي أساسية الفكرة كما نرى في هذا الفيديو ونحاول نشرحها هنا الفكرة هو أنه في هذا الجزء من الصورة لدينا سطح الماء وهذا السطح الماء سوف نأتي في هذه البلاثة ونقوم بعمل مستارة مثلا أو مستقيمة مستقيمة ونقوم بعمل مستقيمة تقص سطح الماء بشكل دوري بما أن هذه تقص سطح الماء بشكل دوري فهي تعطينا موجات مستقيمة تلاحظ هذا الأبيض يعني راه الدروة أو القمة الموجة المائية والذي بالأسود هو القعر طيب هذه الموجات هي موجات دورية هذا هو منح الانتشار لها وفي حال لما تنتشر هذه الموجات الدورية فهي تنتشر بسرعة V وعندها واحد طول موجة اللي هو من الموضع لهذا كي يسوي لاندا وعندها واحد تردد N إذا موجة ميكانيكية متوالية دورية عندها مجموعة من المميزات طيب ما هي الفكرة الآن؟ الفكرة هو أننا ندير واحد الحاجز كنت لاحظ هذا الحاجز بالأصفر طيب الحاجز روي يحجز هذه الموجات ما يخلاش تمر ولكن في الوسط دياله ندير واحد الفتحة او لواحد الشق عندها واحد العرض دياله عنده مسافة معينة هناك يكون واحد العرض A سنتكلموا عليه السؤال اللي كانت رحوه على رأسنا هو شنو كيدهر اللي نفد الجزء هذا من سطح الماء لما تندير هذا الحاجز فيه واحد الشق عرضه A باش نعرفه شنو كيدهر من طبع الحال فالتجربة هي اللي كتجاوبنا لهذا غدي نشوف هذا الفيديو هذا وغدي نشوف ماذا هو الشكل اللي كيدهر وماذا هي الشروط باش يظهر لنا ذاك الشكل وهذا الشكل غي خلينا نتعرفه على ظاهرة الحيود إذا لاحظوا معنا هذا الفيديو طيب كتلاحظوا هنا رعدنا بعض المقادير شوفوا معنا هنا عدنا طول الموجة لاندا كتساوي 11 مم يعني الموجة اللي كنا نضرو عليه طولها 11 مم وكنتكلموا على الموجة اللي عندنا في هذا الجزء هذا يعني في الجزء اللي على اليسار تسمى الموجة الواردة يعني الموجة الواردة عند الحاجز اللي جاية عند الحاجز إذا هذه الموجة طولها 11 مم وهذا A اللي كتشوفو هنا هو العرض للفتحة هذه A تساوي 7.5 مم نلاحظ في الحالة هذه أن A أصغر من أو يساوي لاندا من اللي كتلاحظو أن A أصغر من أو يساوي لاندا شوفوا الشكل اللي كي يظهر ليا في الموجات المنبتقة اللي كتخرج من هنا كتلاحظو كتصبح موجات دائرية ما كتبقاش موجات مستقيمية صافي؟ إذا فنحصل في هذه الحالة هذه على موجات دائرية كتبدي ليش الشكل ديالها هذه اللولة وهذه الموجات تحافظ على نفس الطول يعني طول الموجة الاندا تكون تساوي الطول ديالهادي وسرعة الانتشار ديال هذي الموجة اللي خرج هنا كتساوي سرعة الانتشار اللي هنا والتردد كدريك تبقى هو نفسه فهذه الحالة هذه نقول بأن الموجة يعني خضعت لظاهرة الحيول يعني في هذه الحالة تتحقق ظاهرة الحيول ما منعرفتها سيبحقها ترث بززاف فنخليكم مع الفيديو ثم نعطيكم الأمور بشكل مبسط شوفوا معي فوقاش مغيبقاش بحقق ظاهرة الحيول طيب إذا لاحظوا محد أ بقى أصغر من اللنظة شوفها 7.5 أصغر من 11 فالموجة هاية واردة وهذه تتسمى الموجة المحيدة كتلاحظوا شكلها دائري وتحافظ على نفس المميزة ديال الموجة الواردة من بعد سنقوم تدريجيا بزيادة في قيمة أ يعني قد نكبر هذا الشق لاحظوا قوتي كبرت الشق هذه القيمة تزاد هنا لاحظوا كيف يبدأ يظهر في الجوانب ولكن دائما بقى أ صغر من اللنظة لاحظوا معي محد أ بقى صغر من اللنظة مهم دائما لدينا شكل الموجة الدائري وتحافظ على نفس المميزات حتى تدائم واحد اللحظة التي سنقشها إذا لاحظوا 9.6 أبقى صغر من 11 باقي نفس الأمر محقق 10.3 أبقى صغر من 11 باقي نفس الأمر محقق 11 وصلنا تقريبا نفس القيمة سوف يكون نفس القيمة تقريبا تدقى محقق لكن بمجرد ما سنقشها لاحظوا كيف سنقش ما سنبعد على 11 لاحظوا لاحظوا ابتداء من الآن سنبعدوا على هذه الحلاشة لاحظوا إذا ما الذي كبرنا هناك سنتهم ما الذي أصبحت عندي أه؟ ما الذي أصبحت الشق العرض له كبير بزاف؟ ما بقى تشواق علينا ظاهرة الحيود يعني لاحظوا نحصل على موجات دائرية بينما نحصل على موجات مستقيمة لاحظوا تقريبا مستقيمة والطول لها تكون طول لاندا بريم ماشينوس لاندا سرعة الانتشاء مهم مميزات كاملة تختلف فهم؟ إذا هذا الشيء الذي نقصد به ظاهرة الحيود بمعنى نكتبوا دباء ملاحظات الملاحظة التي كناه أنه إذا كان العرض للشق أصغر من أويسا ويلندا في هذه الحالة تحدث ظاهرة الحيود والموجة المحيدة الموجة المحيدة الموجة المحيدة هي التي خرجت لنا من هنا وقعت لها ظاهرة الحيود والموجة المحيدة يكون شكلها دائري شكلها دائري رغم أن الموجة الواردة كانت مستقيمة ولكن الآخر سبحث شكلها دائري والموجة المحيدة يكون شكلها دائري ولها نفس مميزات الموجة الواردة بمعنى نفس طول الموجة لندا ونفس قيمة تردد ونفس سرعة الانتشار إذا الشرط الأساسي فات الشي هو الشق يكون العرض أصغر من أوساوي لندا الملاحظة الثانية إذا كان الشق قيمته أكبر قطعة من لندا في هذه الحالة لا تحدث ظاهرة الحيود ثم أنتم في التمارين ما هي الأسئلة التي ستطرح عليكم ستطرح عليكم الأسئلة على الشكل المثال التالي سوف نأخذ المثال تنتشر موجة ميكانيكية دورية على سطح الماء بحيث طول هذا الموجة لندا يساوي 8 مم يقدر يقول لك في التمارين مثل مظهر سطح الماء عند الجهاز الموجة لحاجز به شق عرضه نأخذ حالة مرة نأخذ A1 يساوي 5 مم مم مرة أخرى نأخذ A جوج قيمتها 0.5 سنتيمتر سوف نجاوبه على جوج الحالات وهذه الموجة سوف نأخذها في الأول مستقيمية شوفوا كيف سوف نجاوب سوف نقسم هذا لحالة الأولى في حالة A 1 يساوي 5 مم كاللاحظه أول شيء سوف نقارن مع لندن كاللاحظة بأنها 5 مم سوف نقارن أو يساوي 8 مم إذن هذه أو واحد سوف نقارن أو يساوي لندن إذن في هذه الحالة تحدث ظاهرة الحيود ممليقة تقع داهرة الحيود هذا معناه أن الشكل سوف يكون بطريقة التالية إذن هنا سوف يكون لدي الموجات المستقيمية مهم أن نرسم غير بدي مضعبة الحالة فالشكل ما سوف يكون مضبوط لكن اللي هو مهم هو نوضح الفكرة إذن هذه الموجات المستقيمية طول الموجة فكتكون هي لندن ونكتب بأن سرعة الانتشار سرعة الانتشار هي ونقوم بإذن التردد هو ن ما الأفضل نكتبه لممطعي هذا ولكن سرته بالنسبة للانتشار دروري لست تكتب ثم هنا سوف نقوم بإذن هذه الحاجز يعني به واحد الشكل عرضه A1 الموجات المنباتية من هنا سوف يكون موجة محيدة يعني خضاعات إلى دائرة الحيود سوف نقوم بإذن 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 لاندا يعني معناه أن نفس الاندا السرعة الانتشار يفى ونفس التردد تكتبوا هذا الشيئة من الأفضل لتتوضحوا بأن فعلا الموجة المحيدة تحافظ على نفس المميزة الموجة الواردة هذه في الحالة A1 بينما في الحالة الثانية لدينا A0.5 سم هذا لا يعيش أنها صغر من 8 لتنتبه لدينا الوحدات مختلفة إذا نقوم بإذن نقوم بإذن نحوالها إلى المميزة طبعا نحتاج إلى 5 سم حولية المهم نقوم بإذن بإذن ما نقوم بإذن 8 سم ونقوم بإذن سوف نقوم بإذن المميزة من سم إلى المميزة نقوم بإذن نقوم بإذن وما تشاهد إن شاء الله سوف نتطرقه في الفيديو سوف نقوم بإذن خاصة بتعامل الوحدات إذا نقوم بإذن 50 مم لها أكبر قطعا من الآن في هذه الحالة لا تحدث ظاهرة الحيود الرسم الموجة الواردة بشكل عادي مستقيم ثم بعد ذلك الحاجز حيث فالشكل حيث ترسم لك الحاجز العرض يكون كبر من هذه المسافة لكي تكون الأمور وارحة بشكل جيد إذن الشكل الذي نلاحظه هنا هو موجات مستقيمة ونقوم بإذن خط ونقوم بإذن الموجة ليس نفس طول الموجة نقوم بإذن نقوم بإذن نقوم بإذن بإذن ونقوم بإذن في هذه الحالة لا تحدث ظاهرة الحجود لا تحدث ظاهرة الحجود مازين بقيت ملاحظة بسيطة سننبهكم لها هنا في التمرين أو في هذا المثال لدينا موجات مستقيمة هي الموجات الواردة التي جاءها عند الحاجز وشفنش كي يوقع من بعد إذا وقعت لنا ظاهرة الحجود يعني كالتتحول إلى موجات دائرية تخيلوا معي لو كنجينا مثلا هنا سنقوم بإذن هذا فيديو مثلا لو كان جاءت لسطح الماء وعوض من استعمال هزاز في مستارة كنت استعمالها إبرة يعني كنت تعطينا هي موجات دائرية يعني أصلا الموجات الواردة التي جاءها عند الحاجز براثها قد تكون هي موجات دائرية إذا في نظركم ندرنا واحد الحاجز فيه الشق عرضه A ويكون A أصغر من أوساولاندا بعنا في هذه الحالة هذه تحدث ظاهرة الحجود إذا شنو الشكل اللي غد يلاحظوه في سطح الماء بعد الجياز هذا الموجات الدائري لهذا الحاجز شحمن واحد غيخطأ وغيقولك غتكون موجات مستقيمة زعماركي يوقع العكس لا دائما الموجة المحيدة المهم دائما الموجة المحيدة التي خضعت لظاهر الحجود دائما تكون دائرية لأن المركز هذا الشق هذا واحد النقطة هنا كتلعب الضور من بيع الموجات دائرية بحل لك يقول لك من بيع الموجات دائرية هنا إذا كنحصله دائما على موجات دائرية يعني كيف ما بغي يكون الشكل من الموجات الواردة إلى تحقق للشرط لأن أ أصغر من أوسولندا معناه تحدد ظاهرة الحيود وهذا معناه أن الموجات المحيدة تكون دائرية وتحافظ على نفس المميزة دائما الموجة الواردة هذه كانت ملاحظة مهمة جدا الفقرة الأخيرة التي سنطرق لها الآن وهي تطرق إلى ظاهرة التبدد ظاهرة التبدد سنركز فيها على الأوسط التي تنتجر فيها الموجات سنناقش بشكل تالي يعني نتكلم على وسط مبدد وسط الانتشار غير مبدد وسط غير مبدد طيب فقش كنقوله بأن واحد الوسط ره وسط مبدد كنقوله في الحالة التالية كنقوله إذا كانت سرعة الانتشار الموجة الميكانية المتولدة دورية مرتبطة بالتردد فإن وسط الانتشار يكون وسط مبدد بيعني إذا كان العكس فهو وسط غير مبدد ولكن خسنا مزان نشرح لكم طبيعي الحالة شنو كنقصده بأنه سرعة الانتشار مرتبطة بالتردد أنا نوضح لكم واحد القضية كتعرفون تم واحد مسألة صادفناها في الدرس الأول وصادفناها في التمريم الزاف وهو أنه سرعة انتشار الصوت في الهواء هي 340 متر يعني كتلاحظون سرعة ثابتة سرعة انتشار الصوت في الهواء من طبع الحال في درجة الحراراتية كتبقى سرعة ثابتة ونحن نعرف إذا استعملنا مكبر صوت رقم 1 هذا المكبر صوت عنده تردد نعرف 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 أن نعرف نعرف تردد نعرف 100 هرد نعرف مكبر صوت هذه الموجة الصوتي خلال انتشارها عندها واحدة سرعة في V كم تساوي ذلك السرعة ؟ هي نفس سرعة انتشار الصوت في الهواء يعني السرعة الانتشار هي 340 متر بارسيقوند وخط تردد هو 2 هرتز هنا لما تكون تردد هو 100 هرتز فشكي يصدر موجة صوتية كذلك سرعتها في الهواء هي 340 متر بارسيقوند بيعناء اخر السرعة كتقول لك أنت بدل تردد وعطي القيم اللي بغيتي المهم السرعة تتبقى عندنا سلقيمة يعني في هذه الحالة في هذه الحالة السرعة V غير مرتبطة بقيمة التردد غير مرتبطة بالتردد يعني أن الهواء وهو وسط انتشار الموجات الصوتية يعني أن الهواء وسط غير مبدد تنظرنا هذا المثال واضح لكم واختا غير التردد تتبقى عندنا سرعة انتشار الموجة الصوتي ثابتة هذا معناء أن الهواء وسط غير مبدد حيث كون هو الوسط اللي هو مبدد الوسط اللي هو مبدد هو اللي كتكون فيه السرعة مرتبطة بالتردد يعني كنت اخذت التردد 60 هرز ولقيت السرعة هي 340 متر كنت اخذت التردد إلى 100 هرز وجيت نحسب السرعة ولقيتها تبدلت سرعة تتغير كلما غيرنا التردد هذا يعني أن السرعة مرتبطة بالتردد في ذلك الحالة كنا نقوله بأنه وسط مبدد بينما الهواء هو وسط غير مبدد سوف نأخذ المثال الموجة تنتشر على سطح الماء وكي تفهموا معايا ماذا سوف يقع سوف نأخذها على شكل المثال إذا سوف نأخذ هذه الموجة سوف نرى المعطيات سوف نعتبر المهم على كل حال تردد من بعد الموجات موجة نساوي 40 هرتز ونحصل على الشكل التالي فى حالة المعينة يعني من كي تردد نحصل على الشكل الشكل سوف نحاول باختصار نرسم خير بيدي مهم هذه الموجات المائية نأخذها موجات مستقيمة فتكون بهذا الشكل على كل حال طول الموجة سوف نعطيكم مثلا واحد السلم سوف نتلقى 0.6 سنتيمتر سؤال وحسب سوف نتلقى سوف نتلقى سوف نتلقى سوف نتلقى انتلقى سوف نتلقى سوف نتلنقى لانا شندرت لانا خدمنا فقط بقيمة واحدة للتردد اما باش نحكم عليه هل هو وسط مبديد ام لا خاصة نخدم بواحد القيمة ديال التردد ونحسب في ذيك الحالة السرعة كم تساوي ونبدن قيمة التردد ونعاود نحسب السرعة اللي غتولي عندي ونقارن طيب فهذا الحالة غادي نقوله نغير قيمة تردد منبع الموجات تردد المنبع الى القيمة سنسميها N1 اللي غادي نخدمها تساوي 60 هردس فنحصل على الشكل التالي نحن ندره الجريبة وكان قام نعاينه شنو نعدنا في الشكل اذا فهذا الشكل هذا غادي نلاحظوا بان نعدنا الموجات المستقيمة بهذا الشكل المهم كتجي تشوف طول الموجة مثلا تقدر تلقاها 0.5 سنتيمتر اذا في الحالة هذه غادي نقولك في السؤال احسب V1 صوعة الانتشار في هذه الحالة في هذه الحالة إذا من الطريقة V1 سوف ندرها لاندا 1 اللي عندي هنا مضروبة في تردد N1 لاندا 1 هي 0.5 من حول المتر يعني نضروف في 10 أس ناقص جوج وN1 رابولاج عندنا هي 60 هردس طيب إذا عندنا 0.5 مضروبة في 10 أس ناقص جوج مضروبة في 60 تساوي 0.3 V1 تساوي 0.3 متر بار سيقوند نقارنها مع V لان السؤال يأتي من بعد تقولك قارن V1 مع V ثم استنتيج طيب نحن نكتبها في جيال أخرى كسؤال إذا السؤال اللي غد يكون دابا هو قارن V1 و V ثم استنتيج طيب نحن في الجو غد نقوله بما أن V1 ليس نتهمنيش أنها كبر المهم أنها تخالف V يعني فاش كان عندي تردد 40 هردس تعطتنا السرعة V وفاش ولات 60 هردس يعني بدلنا التردد تبدلات السرعة المهم السرعة ما بقتش ثابتة بما أن V1 تخالف V فإن السرعة أو سرعة الانتشار مرتبطة بالتردد يعني السبب دير اختلاف السرعة هو تغيير تردد يعني أن الماء اللي هو وسط الانتشار لهذه الموجات المائية ووسط مبدد طيب هذه الفكرة بشكل عام بهذه الشكل تنكون انتهينا من شرح الدرس وبقاط ليها فقرة وحيدة تعمت نخليها بوحدة لأنها مهمة جدا اللي هي استعمال الوماد وكيف يتفهم العلاقات اللي غا نشوفه فيه وكيفاش ممكن نخدمو بيوم في التماري مهمة العلاقات وهذه المسائل غا يكون ان شاء الله في فيديو خاص باش تقدروا تركز عليهم بشكل جيد لأنك يحتاجوا واحد شوية لتركيز وفهم متعمق من طبيعة الحال اشتركوا في القناة